بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه إلى الله سويا نتساءل عن حال المصريين وصلت رحمهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته فما لنا وما علينا في هذا وبين هذا وذاك هناك من تراث المصريين الكثير من العلامات التي تأخذ من هذا التراث ويرد فيها عليه فإننا في ملك الله نسعى جميعا لأن نعرف ولأن نتعلم ولأن نتدبر مما خلق الله لنا لكننا نتوقف مع التصوف بين الحقيقة وبين الحق وبين العلم وبين الرؤى نبحث عن ما يتفق والنصر القرآني والسنة النبوية ويتجنب المصريون ونحن جميعا ما يخالف وإن كان في النفس هوى يحدثنا القشيري رحمه الله في مقام أهل الله لكنه يتوقف عند باب عظيم الشأن يتوقف مع الصمت وللصمت حال وللصمت مقام وللصمت الكثير من المقال فماذا قال عن الصمت؟ يقول الإمام القشيري رحمه الله إن الأستاذ أستاذه قال له من سكت عن الحق فهو شيطان أخرص وبين كل هذا كان الحديث الذي نقله وقال فيه تكلمت فأحسنت بقي أن تسكت فتحسن ثم يتوقف عند بعض الأبيات فيقول أنشدوا رأيت الكلام يزين الفتى والصمت خير لمن قد صمت فكم من حروف تجر الحتوف ومن ناطق ود أن لو سكت هكذا قالوا عن الصمت وهكذا نتكلم اليوم عن الصمت وعن الزهد وعن الحب في طريق جديد إلى الله من مملكة الدرنش إلى اشتركوا في القناة